جهاز الامن الوطني وبعملية امنية ناجحة مع الاجهزة الاستخبارية في اقليم كردستان يتمكن من القاء القبض على اخطر عصابة للمخدرات والتهريب الناتق باسم خلية الاعلام الامن اكد ان التعاون بين مختلف الاجهزة الامنية والاستخبارية اسفر عن القاء القبض على اعداد كبيرة من المتاجرين ومصادرة كميات من المواد المخدرة التعاون مع الاسايش تعاون عالي جدا لدينا تنسيق مع الاسايش في اربيل والاسايش في السليمانية اتذكر اخر عملية نفذتها وزارة الداخلية مع الاسايش في السليمانية هي ضبط معمل لصناعة الكبتاجون والقاء القبض على اربع متهمين هذا كان بتعاون عالي مع الاسايش في السليمانية على الحدود الادارية خارج محافظة السليمانية في منطقة نائية تم ضبط هذا المعمل وضبط ما يقارب 150 الى 180 كيلوغرام من الكريستال وايضا نفذت العملية بالاشتراك معهم فلذلك لا بد من التعاون الدولي والمحلي للقضاء على جريمة المخدرات التعاون الامني والاستخباري على مستوى الخارج والداخل حقق ضربات نوعية اطاحت بمافيات خطيرة لتجارة المخدرات واسهمت في الوصول الى معامل الانتاج حبوب الكبتاجون المخدرة في مناطق حدودية نائية باقليم كردستان حسب ما اشار اليه متخصصون في الشأن الامني الاسايش اطلعت بدور تعاوني ودفعت باتجاه تقديم المعلومة الدقيقة تم تفكيك معملين مصنعين لصناعة الكريستال من قبل مدية مكافحة المخدرات والاسبوع المنقضي تعاون الاسايش ايضا واضح ومضطرد مع جهاز الامن الوطني بأنه لاحق مجموعة اصابة كانت تتحصن في السليمانية وبالفعل الاسايش بذل دور كبير وامتثل لكافة المعلومات الدقيقة التي جاءت له من قبل جهاز الامن الوطني ادى هذا التعاون الى التفكيك والقاء القبض على هذه المجموعة وتؤكد الاجهزة الامنية والاستخبارية انها اشرت امنيا مناطق محددة تكثر فيها عملية المتاجرة بالمواد المخدرة وانها تراقب تحركات هذه العصابات الاجرامية على مدار الساعة من بغداد حسام التميمي العراقية الاخبارية ترجمة نانسي قنقر